السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ست صفقات تنتظر كلمة الحسم في الأهل والزمالك رفع مسؤول الأهل والزمالك حالة الطوارئ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لقرة القدم بضم مجموعة من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ويبحث مسؤول الأهل تدعيم الفريق بشكل قوي من أجل الاستمرار في المنافسة على كافة البطولات المختلفة خلال الموسم القروي الجديد ومواصلة العروض القوية التي يقدمها الفريق تحت قيادة مدربه السويسري ريني فايلر وقطع الأهل شوطا كبيرا في مفاوضاته مع عددا من النجوم تمهيدا لضمهم في المركات الصيفية يأتي على رأس هؤلاء اللاعبين أسامة جلال مدافع فريق أمبي والذي اقترب من التوقيع الرسمي للأهل وكذلك الأمر بالنسبة لكريم فؤاد الظهيرة الأيمن لنادي النجوم المعار لفريق أمبي وفي الزمالك ينتظر عشاق القلعة البيضاء إبرام مجموعة من الصفقات القوية يأتي على رأسها نبيل عماد دونجا لعب وسط بيراميدز والذي اقترب من التوقيع للأبيض بشكل رسمي وشهدت الأيام الماضية دخول الزمالك في مفاوضاته مكثفة مع رجب بكار من أجل الحصول على خدماته وضمه في المركات الصيفية المقبل في ظل رؤيات مسؤولي القلعة البيضاء بأهمية تدعيم مركز الزهيرة الأيمن بعدد من اللاعبين المميزين بعد هروب التونسي حمد النقاز وأكد رجب بكار رغبته القوية في اللعب للزمالك خلال الموسم القروي الجديد مطالبا مسؤولي الأبيض بالدخول في مفاوضات مع بيراميدز من أجل حسم ضمه والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي ونجح الزمالك في الوصول إلى اتفاق نهائي مع حمزة المثلوسي لعب الصفاقسي التونسي وكذلك الأمر بالنسبة للإنجولي أرابابل الذي ينتظر عشاق الأبيض توقيعه الرسمي بالتوفيق للقلعة البيضاء وبالتوفيق للنادي الزمالك وبالتوفيق للنادي الأهلي للجميع يا رب وكلهم مصريين وكلنا روحنا رياضية سواء للأهلي أو للزمالك لا تعصب واللي بيجتهد طبعا بيلاقي وإن شاء الله التوفيق لجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته